اشتركوا في القناة 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 عندي اثنين موجب واحد تالي بنضرب في اثنين ولا اقوم بمعنى هذا الاثنين صغير نعود نطلعوه معنى قبل الشاردة اذا نتقول لك باعد رسم التركيب التجريبي مبينا عليه جهات مرور تيار كهربائي فكرة جديدة حذاري جهات حركة كل شاردة معنى الشاردة الموجب والسريبة اسم كل مصرى معنى او بي نعود نسمو لهذا الرسم اذا في سؤال بي نرسم رسم معنى بقلم رصاص ولكن ثم استعملوا نرسم قبل يد مجرد ثم استعملوا مستارة اذا لدينا قاطعة لدينا بطارية اذا تأكدوا من الموجب والسالب الموجب رعا اليسار والسالب رعا اليمين ثم لدينا هنا مصباح مصباح دوره غير باش تشوفوا لكان رايين قول التيار ولا لا اذا شعل معنى التيارة ينتقل اذا مش عش ماش ينتقل اذا المصرى راه موجود على اليمين والمصرى بي راه موجود على اليسار ونرسم الوعاء الذي به المحلول محلولة اذا ندلوا المحلول مغمور جزئية مثلا هكذا صح الان اول شيء نبينه هنا جهة ماذا اذا قال لك جهة مرور تير كهربائي التير كهربائي المستمر له جهة واحدة استراحية من القطب الموجب نحو ماذا نحو القطب السالب معنى هيطلع كما هاك نحو القطب السالب واضح اذا من هذه الجهة معنى هيمر داخل معنى داخل اسنك توصيل هكذا معنى هي من هذه الجهة لو كان با نوضحه اذا يمر من القطب الموجب نحو القطب السالب الان قال لك بيلي جهة ماذا جهة حركة كل شاردة معنى هيجرة الشوارد اذا شا نديرو نكتبو لها الشوارد نكتبو الشوارد نكتبو الشوارد تواعنا اذا عنا سي اي دو بليس بليس دو سي الموا هذو هما الشوارد هذا هو المحلوقة باكمل هلي عنا اذا بواسطة تقلب رصاص او باي لون اذا شاردة النحاس الموجبة تتجه نحو ماذا نحو المهبط اللي هو معنى وهو المصر المربوط بالقطب السالب اذا نديرو له ساهم كما هك والشاردة السالبة تتجه نحو المصعد اللي هو المصر المربوط بالقطب الموجب نديرو له كما هك اذا سي الموا نديرو له ساهم هكذا اذا او مبين له حركة الشوارد اذا قال لك ايضا بيلي اسم كل مصر او بي اذا ا ليرى على اليمين اذا كيف يسمى اذا ا هو المهبط وبيهو ماذا المصعد إذن سميه مسعد لماذا؟ لأنه تسعد عبره الإلكترونات ونحن نعلم بأن الإلكترونات تمره عكس جهة التيار معناه تمره هكذا ثم تهبط عبر المهبط إذن سميه مسعد للمهبط لأنه تهبط عبره الإلكترونات وأيضا موصول بالقطب السالب للمولد إذن هذا هو الرسم التاعناك شوفوا بالفكرة جديدة ما نشمع في نديلها لكم معناه حرزوا لكم منها ثلاثة عند خلق القاطعة ماذا ستلاحظ بجوار كل مصر ماذا ستلاحظ ملاحظة بالعين مجردة فقط؟ إذن ثلاثة قط الملاحظة هنا بالعين مجردة إذن الملاحظة عند المسعد أولا عند المسعد ماذا سنلاحظ؟ سنلاحظ أبناء تصاعد فقاعة غازية مخضرة اللون إذن تصاعد فقاعة غازية مخضرة اللون أستاذ هل هذه الملاحظة تتغير تحلي كربائي؟ لا دوما نفس الملاحظة عقلورية مخضرة اللون وهو غاز ثنائي الكلور اللي هو اللي يجي من شريداتنا تعقلور اللي هو السئال إثنان هنا نجمز جدو طريقة الكشف عنه الذي كما تعودنا نكشف عنها بزوال اللون الأزرق لكاشف النيلة معناه باش نكشفه بلي فعلا الغاز مطالق اللي لونها أخضر هو غاز كلور نديره قاطرة مكشف نيلة زرقاء اللون فيختفي ذلك اللون الأزرق إذن فنتأكد بأنه فعلا الغاز مطالق هو غاز كلور الآن عند المهبط إذن عند المهبط دوما نشوف المصعد تصاعد المهبط ترسم ترسم ماذا؟ معدن نروح نشوف المعدن اللي لعنه هنا في المحلول النحاس اللي هو السئي على شكل ماذا؟ على شكل شوائرات معناه يجي على شكل شوائرات ولكن هل في كل مصرح أم في الجزء المغمور فقط؟ إذن في الجزء المغمور فقط في الجزء المغمور من المهبط إذن من المهبط نواصل بأكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادي بجوار كل مصرح ثم استنتج معادلة إجمالية إذن هذا سؤال معروف تعالي المعادلات ولن أمعلمكم طريقة سهلة كيش دلوهم نبدو أولاً بالمعادلة النسوية عند المهبطة ثم المعادلة النسوية عند المصعدة أخيراً المعادلة الإجمالية اللي راح فاهم المعادلة تحافظه من ذي مباشرة لماش فاهمهم استعمل طريقة اللي نعلم تلكم على ورقة المسودة معنا هروحوا كتبوا المحلول تلكم هنا اللي هو المهبط هو المصرح مربوط بالسالب نديره سالي بحذها والمصعد نديره موجب حذها هو المصرح مربوط بالقطب الموجب نستعمل طريقة الأسهم بحيث المهبط سالي بيروحوا لها الشوارد الموجب إذن شنحطوا حذها هنا زائد زائد اثنين اثنين زائد ماذا؟ اثناني إلكترون ساهمنا تحصل على ماذا؟ على المعدن الذي يتشكل على شعيرات إذن يكون صلب وهنا محلول مائي لأنه جاي من محلول الآن المصعد موجب يهودوا له الشوارد السالي باق ولكن كم يشاردوا هودوا كيما راهم في زوج في زوج حطهم هنا اثنين سيال مو ماذا تشوف المو باش تذكرك بساهم شغاد يخرجنا الغاز المنطلقة إذن اللي هو السيال الثنين زائد اثناني إلكترون إذن هذا غاز وهنا يا آكوس معناه كل شريدة تفقد إلكترون شريدة الثانية تفقد إلكترون شريدتان يفقدان إلكترونين هدوز إلكتروني سيطروا عبر المصعد يهودوا عبر المهبط ويوديهم معناه يكتسبهم شوارد النحس المعادلة الإجمالية نختلف ثنين إلكترون مع ثنين إلكترون نجمع المتفاعلات ونجمع النواتج أو بطريقة أخرى نقوم معناه التسطير على هذا المحلول بأكمله ونهودوه كما رحنا نهودو المحلول كاملا إذن كما رحنا قلت لماذا حاجة صعبة لكن رحط لكم التحليل لسنا وما خدمتوش فيه معناه حذاري وصي معناه سهل إذن هو المعدن اللي يخرج النق على شك شعيرات زائد الغاز الذي يتصعد وهو غاز اللي يكرور هنا صوليد وهنا غاز هارانك من المعادلة حذاري يدلو له هذا الأسهم هذا معناه ستبغل هذا فقط هذه على ورق مسودة فقط الآن التمرين الثاني بهدف تعرف على بعض الظواهر الكهربائية أنجز عمر التجربة الموضحة في الوثيقة اثنان الوثيقة اثنان هي عنا كرة عنا ساق حديدية وعنا حامل عاسل إذن ثم أحذر قاضي بإيبونيث مشحون ولامس طرف القطعة الحديدية الملامسة لكورية بوليستيلين معناه كانت تلمس هنا وتلمس هنا من لمس إذن كورية متعدلة كهربائيا وغلفة بورق أليميليوم معناه كورية من البوليستيلين وغلفة بالأليميليوم وهذا قاع سمه نواس كهربائي وعلق بخيط في حامل ثم قام بإبعاد عظيب الإيبونيث الوثيقة ثلاثة شوف البذيار كان ملامسها حادث ماذا حادث تنافر بين القطعة والخورية من بعدها بعدها من بعدها سيرها بعدها إذن فلاحظ حدو التنافر بين القطعة الحديدية والخورية السؤال واحد فسر سبب تنافر ابتعاد خورية عن القطعة الحديدية عند ملامسته أو ملامستها بقناة الإيبونيث مشهون معناه مين كان ملامس على ابتعادة خورية إذن هنا شغال دين إحنا أعطانا الملاحظة معناها رحسل يسلكنا منها ملاحظة أكيد سيحدث تنافر إذن قال لك علاش بتنافرت إذن شنديرو هنا يلزم مننا نفسروا التفسير في التفسير شنديرو دوما أنا علم تكونوا قبل ما بتفسروا إذن ترسموا الرسم وديروا الإشارات وشغال ديسرة وماذا تبدو تتعبروا إذن نبدو بتأحالة التمريد ثاني التمريد ثاني إذن السؤال واحد التفسير قبل ما نفسروا أبنائي دوما على ورقة مسودة شنديرو نرسموا الرسمة تعنا إذن هذا قاضي معدني إذن هذا معناها إبونيت مقهرب صاح الحامل العازل تعنا وعندنا قرية ماذا النوس هذه هي قرية النوس الإبونيت مقهرب والبلاصتيك ركزوا بلاستيك ما هي شحنة التي يحملها عند دلكه شحنة سالبة لأنه يكتسب أيضا الإبونيت ما هو إلا بلاستيك صلب الآن ماذا سيحدث حتى تتنافل الكورة إذن هذا القاضي بلايه موجود هنا أو الساق هذه الساق حديدية ساق حديدية كان مسميها النأ مسميها النأ والخورية صح ماذا سيحدث إذن تنتقل الإلكترونات من الإبونيت إلى الكورية عبر ماذا عبر الساق الحديدية علاش لأن هذه الساق الحديدية مادة ناقلة إذن ناقل كهربائي إذن تلعب دور ماذا تلعب دور الممر أو الجسر إذن تنتقل الإلكترونات من الإبونيت مقارب إلى الكورية عبر الساق المعدنية فتصبح شحنة الكورية معنى كيف سالبة لأنها اكتسبت فتتنافر ها هي تنافر الكورية معنى هذا الرسم ما هو ذلك لأنها نهنى بعد التنافر إذن التبسير سهل إذن شو نقول لها إذن تنتقل نبدو بكلمة تنتقل مباشرة الشحنة التالبة وهي الإلكترونات من ماذا إلى ماذا من الإبونيت أو قضيب الإبونيت المكهرب إلى الكورية سي عبر معنى كورية متعدنة الكهربائيا عبر الساق الحديدية لهي فتصبح شحنة الكورية كيف فتصبح شحنة الكورية سالبة فتتنافر نجمو قلولي أن يصبح لديهم نفس الشحنة السالبة سواء ذم عذا ولا ذم عذا معنى يصبح لديهم نفس الشحنة السالبة والسالبة والسالبة وتنافر هذا والتبسير بكل بساطة بس عليك المرسم ما تنجفس في السر معنى الرسم ديره على ورقة مسودة تاكم اثنين سمي طريقة التكارب الحاديثة في التجربة معنى ما دام قال لك ولامس طرف القطع الحديدية معنى إبونيت لامس كلمة لامس معنى تكارب باش طريقة التكارب الحاديثة في التجربة تكارب باللمس تكارب بالخورية باللمس وهذا معنى قاذب إبونيت هذا قاذب إبونيت لو كان نبغل نهضر عليه كيش تكارب قال لك ثم أحضر قاذب إبونيت مشحون كيف يتم شحنه بالدلك معنى هنا من الأفضل نسمو له طريقة تكارب الحاديثة لكل من نقاذب الإبونيت والكورية علاش ما حدد لكش قال لك حد أسمي طريقة تكارب الحاديثة في التجربة معنى خلاها لك مبهامة معنى طريقة تكارب الحاديثة في التجربة عنا طريقتين تكارب الخورية باللمس وتكارب الإبونيت اللي هو المشحون إبونيت مشحون باش بالدلك من الأفضل نترى هم فيه ثمين حنا ما نخص نواله إذن ثمين إذن تكارب الكورية أو تكارب الكورية باللمس ونزيدوا لهذه معنى إضافة تكارب قاذب الإبونيت الإبونيت بالدلك نخاطرش ما حددش هنا شرقص ذك الكورية والإبونيت ثلاثة عند إبعاد قاذب الإبونيت تبقى الكورية سي مو تنافرة مع القطع الحديثية معناها قال لك نبعدوا الإبونيت وتبقى الكورية معناها أكيد تبقوا من دزامنية فقط قصيرة لأن التكارب معناها هو عبارة عن عملية مؤقتة إذن هنا بدخلنا في الضواهر ميكانيكية ميدان الضواهر ميكانيكية كنا في التكارب ميدان الضوهر الكهربائية وبدأون factory وبدأون الضواهر ميكانيكية ألف مثل الفعلي متبدلين بين الخرية السي والقطع الحديدية بعد إعادة رسمهما هنا أبنائيا بividades مثل الفعلي متبدلين معنا ولا قيمة معنا إذن كيف نمثلهما إذن التمثيل هنا يكون كيفيا معناه يلزم أننا نعرف حسب مبدأ الفعلين متبادلين أن يكون للقواتين مساقيمة إذا كان دلنا قوة القوة الأولى بشعاء معناه طاولته 2 سنتيم الأخير فإن نديره 2 سنتيم 1 سنتيم 1 سنتيم معناه يكونوا كيف كيف إذن نرسم أولا الساق الحديدية وماذا والخريا ونديره فعلين متبادلين بينهما إذن الحالة كرهم هنا في حالة تنافر أم تجاذب في حالة تنافر معناه القواتين يكونوا تعكسين قوة الأولى هاك والقوة الثانية هاك إذن السؤال الثلاثة فعلين متبادلين طاح في شهادة معناه واحدة للعامل ولم نطاح معناه ممكن أن يطحسنا إذن تمثيل الفعلين المتبادلين إذن الملاحظة ديما من يقولك مثل الفعلين متبادلين يعطيك جملتين إذن بين ماذا وماذا بين الساق الحديدية إذن بين الساق الحديدية لهي أ والكورية س معناه ديما يعطيك سوش على الجمل ساهل نرسموهم إحنا معناه لا داعي لرسم كل الرسم نرسمو فقط الكورية عندنا الكورية نرسموها بالمدور ومعناه مركز المدور أو رأس المدور هو مركز تقل الكورية ونرسمو الساقة المعدنية مقابلتها مباشرة هكذا أو الساقة الحديدية إذن هذه الساق اسمها هذه اسمها A وهذه اسمها C إذن وراءها في حالة ماذا؟ حالة تنافر معنى الخيط تعناها كيف محاكها في حالة تنافر إذن أبنائي من نبغل المثل الفعلين متبادلين؟ نصمد الفعلين متبادلين شكرا لأشي قولنا؟ تتبادل جملتان ميكانيكتان التأثير بقوتين F A على B و F B على A نعنى F A على C و F C على A حيث التأثيران متزامنان ما معنى؟ معنى هل كورية متأثر على الساق الحديدية؟ الساق الحديدية تؤثر على الكورية في نفس اللحظة أيضا القوتين من نفس الطبيعة C تأثر على A بتأثير بعدي وأ تؤثر على C معنى قوة بعدية من نفس الطبيعة معنى ليق alumni نفس القيمة ونفس الحامل ومتعاكسان في الاتجاه إذا كانت حالة تناهر يكونوا يشوفوها إذا كانت حالة تجاذب يكونوا يشوفوا الداخل صحيح هذا هو المعنى في حالة من يكون عنا بعدي فعلا متبادلين إذن أول شي نديره نحدد معنى مبدأ القوتين مبدأ معنى القوتين لها نقطة تأثير نقطة تأثير تعالى الكورية بينها معناه هو مركز لقال الكورية نجمو ندير له رمز جي أيضا هنا عنا ساق عبارة مستطيل إذن نديره تقاطل أقطار تاعة هكذا التمثيل ساهل ماشي حاجة صعبة إذن أيضا نجمو نسموه جي ثم نحدد الحامل ويكون مار عبر إذن المبدأين يكون الخط المستقين أوفقي المار عبر المبدأين مبدأ القورة أو مركز لقال الكورة ومركز الجسم الآن الجهة معناه قلنا الكورة تؤثر على الساقة الحديدية نحو اليمين والساقة الحديدية تؤثر على الكورة نحو اليسار يكونوا متعكسين سنديروا القوة الأولى سنديروا فيها ثاني سونتيم معناه بالضرورة القوة الأخرى نديروا فيها ثاني سونتيم بالضرورة هكذا صحة الآن ترميز في الفعليين متبادلين نرمز للقوتين بالرمز أب شعاء المؤثر على المتأثر نبدو هنا وين هي أثر على الكورة؟ هنا الكورية ستأثر على الساقة المعدنية أو الساقة الحديدية في هذه النقطة معناه F C المؤثر هو C على الساق وهي المتأثر الآن هنا الأكس هنا شوالير هي أثر الساق هي المؤثرة إذن F A على الساق هي المتأثرة إذن هذو هم الفعلين متبادلين بكل بساطة وفي غالبية الأحيان من يقول لكم مثل الفعلين متبادلين يكون تمثيل كيفي معناه عقلوا بالليغة أدلوهم نفس القيمة أو صي سؤال باء أعيد رسم القرية C مع تمثيل القوى المؤثرة عليها تمثيل كيفي أيضا الكورة مع نهرها في حالة ماذا؟ راي في حالة توازن لخشتاق لك أذكر شروط توازن كورية وراي خاضي عليكم من قوة؟ ثلاث قوة إذن رايز ندير تمثيل القوى المؤثرة على الكورة تمثيلا كيفيا أيضا هارا ندخلنا أيضا في توازن جسم صرب خاضي علي ثلاث قوة إذن ندير هذا سؤال ألف الآن سؤال باء إذن تمثيل القوى المؤثرة على الكورية اللي هي كورية C إذن نديروا رسمه بسط إذن رسم الكورية تعنا نديروا معناه الخيطة ونديروا الحامل تعنا أيضا نجمنا مثل هذه الأمور غير باش نعرفوا شنا نديره وعننا الساق هي ما يهمنا الحامل العازل من الساق الحديدية فقط إذن هذه الساق الحديدية هي A وهذه الكورية هي C وهذا الخيط نجمنا معناه مسؤولة بالرمز F صح الآن ما هي القوى المؤثرة على هذه الكورة؟ أول قوة لي هي دوما موجودة مني يقولك القوى المؤثرة على جسم واحد معناه أول قوة تديرها قوة الثقل حاملها يكون شاقولي مبدأها مع مركز ثقل الجسم مدام عنا قورية معناه هو نفسه مركز القورية لهو J الحامل يكون كما قلنا شاقولي هكذا الحامل يمينه بنقاط متقطعة الجهة نحو ماذا؟ نحو الأسفل نديره وطاوله معنا كيفياً غادي نديرتني سنتين وندير الرمز بشوعة هذه القوى الأولى القوة الثانية كيف تكون؟ إذن القوة الثانية هي قوة التوتر أو شد الحبل أو الخيط معناها الخيط العنق معناها نقطة تأذير وراء أثر على الخورة من نقطة تلامس الحامل يكون معناه هو نفسه المستقيم منطبق على الخيط هنا نعطيكم ملاحظة بسيطة يلزم لكم أن تكونوا ترسموا في حوامل يليقي الساق وقع في نقطة واحدة هذا هو الشرط الأول تحت توازن جسم صلب خاضي عليه ثلاث قوى الجهة معناها هي نفسها جهة القوى معناها هكذا مائلة على سم الخيط إذن دلوا فيها مثلا إثنان سنتيم أيضا أو لأي قيمة كيفيا والرمز تلاحة شهوة إذن رمز تلاحة تشعاع الثانية القوة الثالثة هي نفسها أبناء القوة التي يؤثر أو معناها يطبقها ماذا؟ التي يطبقها معناها الساق أو تطبقها الساق الحديدية على الخورة الساق الحديدية هل هي تجذب الخورة أم تدفعها؟ نحن مولفين بزافة على خورية التجذب يجي كما هك حذاري هنا معناها القوة هي نفسها هذه القوة صحيح؟ لهي F أعلى S معناها تكون من هذه الجهة تكون من هذه الجهة لماذا؟ لقد رأي في حالة نكتبهاكم رأي في حالة تنافر ما هيش في حالة تجذب حذاري أبنائي هذه الفكرة عمرين أدفعكم حرزوا رواحكم فيها صحيح؟ إذن الحامل صحيح؟ قلنا نديروا مركز الساق الحديدية مركز يقالها الحامل يمر عبر مركزي الكرة والساقة منذروا بلون مغاير ويكون أفقي ويمر عبر معناها على نفس النقطة الجهة قلنا نحو اليسار منذروا مثلا واحد واحد ونص كما نبغو؟ معناها لا يهمنا المعناها الطاولة لأننا نمثله تمثيلا كيفيا الرمز ما هو؟ إذن هو أف شعاع المؤثر هو ماذا؟ هو الساقة معناها نفسها هذا القوة على المتأثر اللي هي كرة إذن ها هي قوة الثلاث المؤثرة على الكورية نواصل تا أذكر شروط توازن الكورية نحن عنا جسم خاضعة ثلاث قوة إذن ما هي شروط توازنه؟ توازن هذا الجسم إذن شروط توازنه أو شروط توازن الكورية هي السيء أول شرط تتلاقى يجب أن تتلاقى حوامل القوة الثلاثة في نقطة واحدة شوو تتلاقى في نقطة واحدة أم لا؟ نعم أي تنتمي لنفس المستوي تنتمي لنفس المستوي لهو الورقة هذا هو المستوي التعنى الشرط الثاني يجب أن تكون محصلة القوة الثلاثة معدومة ما هي قوة الثلاثة؟ قوة الأولى بي شوعة زائد قوة ثانية تي شوعة زائد قوة ثالثة أف أعلى سي شوعة يجب أن تكون تساوي شوعة المعدوم سيرانا دلنا شرط التوازن وراء نكملنا أبناء التمرين الثاني ننتقل إلى الوضعية الإذناجية وضعية جد مقترحة يستعمل أحمد محركا كهربائيا يحمل دلالات تالية 15 أمبار 130 فولت لرفح الحمولة عند تشغيل المحرك الكهربائي أصيب بسطنة كهربائية شو بيدخلنا الأمن؟ ويدخلنا الدافعة في ذا الوضعية ويدخلنا توازن جسم صبخة على قوته نقولكم نماذج جديد لكم شاملة جدا أصيب بسطنة كهربائية جراء ملامسته للهيكا المعدني للمحرك ها هي الكلمة المفتاحية معنى سلك الطورة إلى مسلك المعدني وعدم وجود توصيل أرضي وبغرض إصلاح العطب أو العطب أحضر المخطط النظامي لدارة المحرك ها هو المخطط النظامي لدينا سلك الطور سلك الحيادي قاطع تفاضلي مأخذ كهربائي بسيط والمحرك وعن المصاهرات هم موضوع على السلك الحيادي معنى فيها أخطاء سؤال واحد ماذا تمثل الدلالة المكتوبة عن المحرك 15 أمبار و 230 فولت نبدو 15 أمبار 15 أمبار ماذا تعني أبنائي إذن هي شدة التيار كهربائي اللازمة حتى يشتغل المحرك تشغيلا عاديا يليقلها 15 أمبار إذن شدة التيار الكهربائي أنتم من الأفضل تكملوا لها فكرة كاملة اللازمة حتى يشتغل المحرك معناها عادي يليقلها 15 أمبار ولا أكتب شدة التيار ما دام لحدة تاح أمبار الآن 230 فولت ماذا تعني 230 فولت تعني التوتر الكهربائي اللازم أيضا حتى يشتغل هذا المحرك اشتغالا عادي معناه ولا يقول لهم بشرة التوتر الكهربائي صحي هذه الشدة بالأمبار وهذا التوتر بالفورت كلاهما معناه يلزم نمدوهم للمحرك بيكون اشتغالتها عادي ثنين ألف ما سبب شعور أحمد بصدمة كهربائية عند لمسه للهيكل المعدني قال لك عطينا يغيس سبب إذن نعود الرحول للمشكلة ونسطلكم على كلمة مفتاحية من يقولكم عندما لامس الهيكل المعدني وصيب بصدمة السبب شنقول لها رضي نكتبه لكم هنا إذن إثناني ألف السبب نقول لها بللي سلك الطاور يلامس الهيكل المعدني تعواش للمحرك وعدم وجود شويتوا لك كائن توصيل أرضي ماش كائن وعدم وجود توصيل أرضي بكل بساطة السؤال باء أعيد رسم المخطط النظامي لدارة تشغيل محرك محترما شروط السلامة محترما شروط السلامة معناها شروط الأمن أو معناها نحترمه بقواعد الأمن الكهربائي نبدو أول حاجة اللي لقنا غيرها أبناء ما هي المصاهرة يجب أن تنزع من هذا المكان ويكون سلكا فارغا دوما معناها ربحة للوقت من شب ينظر نعود للدار وتوضع على سلك الطاور هذا أول خطأ مدام المحرك مكتوبة في 15 أمبير مصاهرة حالية قد تكون 15 أمبير يرزم مننا نعطوه حالحساب شارعه باغي 15 أمبير الآن لدينا سلكين فقط مع المحرك الآن نقوم بوضع أو استبدال المأخذ كهربائي البسط بأخر أرضي ذو ثلاث مرابط نقوم بتوصيل السلك مع الهيكل نديرو نقطة معناها هذا السلك التوصيل الأرضي ونقوم بتوصيله أسفل الأرض ونديرو رمز الوي في التعنى هكذا ونبغو نزيدو فالرسم التعنى نزيدو هنا ينبينو له باللي هذه هي الأرض باللي هذه يجي تحت الأرض إذن هذه الأرض تار معناه يجي أسفل الأرض هذا هو المخطط بكل بساطة نواصل إذن ثلاثة قام أحمد برفع حمولة كتلتها أم ثم تركها معلقة في الهواء في حالة توازن ها هو المحرك ها هي الحمولة كتلتها أم تركها في حالة توازن في الهواء لاحظ الوثيقة أربعة ها هي الوثيقة أربعة وهذا أذكر شرطة توازن هذه الحمولة في هذه الحالة هذه الحمولة يخاضع لكم قوة القوتين ما هي قوة توتر الخيط وقوة الثقل لدوما موجودة إذن ما هم شرطة توازن جسم صلب خاضع لقوتين إذن عن نزوج تعالي شروط قد نكتبهم لكم غيرهنا شروط عن نزوج إذن أولا باش يكون هذا الجسم حالة توازن يجب أن يكون إذن أن يكون خاضع لقوتين إذن أن يكون خاضع لقوتين لهما الشرط رقم واحد نفس الحامل معنى ذوزوج قوة إذا يكون عندهم نفسه الحامل لهو الحامل شقولي في هذه الحالة الثاني شرط نفس القيمة ومتعاكستان في ماذا في الاتجاه إذن تكون المحصين التي حتى تساوي الشعاع المعدوم ونكتبه إذن القوة الأولى لعنى هي ماذا بي شعاع زائد قوة ثانية شهاية قوة تي شعاع شنقاز لينبتك فوق قوة ثقل شنقاز لينبتك توتر قوة توتر الخيطة أو شد الخيط لليقى يكون يساوي الشعاع المعدوم سيادهم مشرط التوازن عقلوا ليهم معنى كتبه لموضوع شامل فجأة انقطع الحبل انقطع الحبل وسقطت الحمولة في خزان به حجم من الماء واستقرت في قاع الخزان وين استقرت في قاع الخزان هذه معناه الطريقة أو الحالة الثالثة من درس أو من معناه العنصر تع توازن جسم صلب في سائل عندنا اللولة من يكون مغمور جسئيا معناه يدفو ثانية من يكون عليق الوسط والثالثة من يكون معناه مستند إلى القاع لاحظ وثقة خمسة لدينا خزان به ماء والحمولة ما هي قوة المؤثر على الحمولة في هذه الحالة هنا هذه الحمولة يخض علي كم قوة قوتين أم ثلاث قوة أم ثلاث قوة يخض علي ثلاث قوة هنا إذا كان جاتكم هذه الحالة حد هم يقولكم معطوني القوة وصحي ما غادي لا يقول لكم مثلها لا لخش صعيبة صحي إذن ما هي القوة المؤثر على الحمولة في هذه الحالة القوة الأولى هذه ذوما موجودة شهية قوة الثقل هذه ذوما موجودة هي بشعاء القوة الثانية أبناء شهية قوة دافعة أرخاميدس معناه وهي قوة دفع الماء للجسم قوة دافعة أرخاميدس ما هو رمزها؟ أفعى شعاء القوة الثالثة شهية مادام جسمه مستند على القاع معناه أي جسم يلامس إما الأرض أو طاولة أو مهم سطح سطح الطاولة سطح الأرض سطح الخزان إذا نرخاض على قوة قرد فعل السطح وهي أرشعاء رياكشون إذن هذو هم القوة الثلاث التي يخضع لها هذا الجسم ما قال لك شمثيلها أنا غدي أمثيلها لكي أرخامكم شهو أولا نديروا تقاطو أقطار الجسم نديروا معناه مركز ثقال جاي نديروا الحاميل تاعنا يكون شاقولي القوة الأولى هي قوة ثقل ها هي بيك في شعاء القوة الثانية تبدأ منها وتطلع نحو الأعلى هي أف آ شعاء إذن هذي قوة دافعة الخاميدس راني دير بللي هذي يصغير علي هذي علاش لخاطر الشرح كان قوة واحدة أخرى معناه نحو الأعلى والهي قوة طرد في على السطح تبدأ من مركز التلامس نحو الأعلى اللي هي أف آ شعاء بجد الجسم يكون في حالة توازن شيء لقي إذا قد تكون هذو زوج قوة لهم يشوفوا الفوق المجموع التاحون يساوي القوة ليرها تشوف التحت معناه وبالعموم إذا قد يكون هذه القوة زائد القوة زائد القوة تساوي شعاء المعدوم هذه في حالة إذا معناه بغينا نثبته أنه في حالة توازن صحيح هذه معناه الطريقة أو الحالة الثالثة معناه إذا كانت مثلا القوة بي إذا ما كانت مثلا قيمتها خمسة نيوتن والقوة آف آ القيمة تحى مثلا ثلاثة نيوتن معناه ثلاثة نيوتن إذن آر كم ستكون قيمتها حسب رأيكم هذه خمسة وهذه ثلاثة معناه تكملة تاعة ثلاثة شعاء اثنان نيوتن بش ثلاثة زائد اثنين نحو الأعلى تساوي خمسة نحو الأسفل إذن خمسة نحو الأعلى وخمسة نحو الأسفل بيكون الجسم في حالة توازن منظن أنها وسطتكم معلومة السؤال جيم أخيرا فسر سبب غوص الحمولة في الماء يعني لاش غاصة وبقية عالقة هنا إذن من يقولك فسر سبب الغوص ولا سبب الطفو ولا سبب بقيها عالقة نقارن ما بين الكتلة الحجمية للحمولة أو للجسم مع الكتلة الحجمية للسائل اللي رهم ديري نهنة ولهو الماء إذن في ذي الحالة باش هو دا تحتاجها على خطرش كتلة الحجمية للجسم رهي كبيرة على الكتلة الحجمية تاع السائل في النماذج لديرتهم الأول والثاني والثالث والرابع راني ديما نهضر على هذا الكلام لخش العامل فتتحض مقارنة ما بين الكتلة الحجمية للجسم والكتلة الحجمية تاع السائل قلنا إذا كانوا بتساوين يبقى عالق إذا كانت الكتلة الحجمية للجسم الصغيرة على تسائل يطفو فوقها سطح الماء إذا كانت كبيرة قد يهود ويستند عالقها وبهذا نكون قد نهينا حل هذا النموذج أبنائي لماذا لم يشتركوا في قناة أستاذ حميل الفيزياء عليكم الاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس لأنكم ستحتاجون إليها مئة بالمئة لا تنسونا من صالح دعاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته